تعال نروح للمكافئات عشان المكافئات كبيرة لعبها هتزقطت يعني هتنبسط يعني بص يا سيد بحسب مسؤول في النادي القالي قالنا ان المكافئة مكافئة كل لاعب في حالة الفوز بالسوبر هتكون كان بقى 300 ألف جنيه اكسب السوبر في ايدك 300 ألف جنيه بس دول ممكن يتحطولك في الحساب لما ترجع طيب يعني انا بعد ما اكسب مش هيبقى معي فلوس فيه ده بجانب 300 ألف جنيه اللي انت هتاخدهم مكافئة لو كسبت السوبر هتاخد مكافئة اخرى اضافية استثنائية بعد المباراة مباشرة يعني في 300 هتلاقيهم في حسابك في البنك لما ترجع وفي مكافئة ثورية هتاخدها وانت في ارض الملعب بعد المباراة على طول لو الاهلي كسب الاهلي كسب ده بالنسبة لمكافئات النادي الاهلي او العيب النادي اشتركوا في القناة